يعني بشكل بسيط هناك اعتراف عالمي الآن بأن هناك احتباس حراري وهناك زيادة في نسبة ثاني كسد الكربون إلى 410 جزء من المليون في الغلاف الجوي وهذه تعمل على احتباس الحرارة عنها عام 1750 عند معدلها كان 280 جزء من المليون اليوم الاستغلال التغير المناخي لأهداف سياسية أو أهداف اقتصادية أو أهداف أنا أعتقد أنه إحنا كمراقبين بيليين نعتقد أنه مرفوض هذا سواء من الجوانب الأخرى أو من الجانب المدافعي إذا أنتم تعتقدون أنه مرفوض أنتم أهل الشأن فأنا أقصد بس نقطة هناك أوراق علمية نشرت كل الجانبين لديهم سواء المشكك أو المؤيد للتغير المناخي لديهم حجاجهم المؤيد يقول بأننا وصلنا إلى تقريبا 99% من أنه فيه اعتراف بالأمر